السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المدارس السنوية الصناعية قسم التركيبات والمهدات الكاربية مرحبا بكم في إحدى حلقات في بيتنا مدرسة من التلفزيون المصري معا سنكمل أو سنكمل مع بعض شرح أساسيات الهندسة الكاربية لأبنائنا وبناتنا لدخلين قسم التركيبات والمهدات الكاربية كنا في الحلقات السابقة دخلنا على بعض الكميات الكاربية الموجودة في الحالة العملية واللي هتكون أساس دراستنا ان شاء الله في الدراسة السنوية أو المعاهد أو بإذن الله لما تكملوا معاهد أو كليات في الحلقات السابقة خدنا مكونات الدارة الكاربية وشرح السريع كده قلنا اللي هي عناصرها الدارة الكاربية وأنها عبارة على المواصلات والمصدر والحمل وأن المصدر بينقسم نوعين اللي هو منبع الطيار المتردد ومنبع الطيار المستمر وعرفنا الفرق ما بينهم وأن كمان المواصلات بتنقسم لعدة أنواع من المواصلات حسب النوع والتصنيع حسب سمك السلك حسب كمان المقاومة للأسلال وقلنا الأحمال كل ما ينتص الطاقة الكاربية أو كل اللي احنا بنستخدمه في الحالة العملية خدنا بعض الكميات الكاربية كمان تعريف الطيار المتردد أو الطيار الكاربي وقلنا عبارة عن إيه ووحدته قلنا الأمبير وشد وجهاز القياس إلى ميتر خدنا تعريف الجهد الكاربي وتعريف القوة الدفعة الكاربية ووحدة القياس البولت وجهاز القياس البولتميتر وكنا اشتغلنا على المقاومات وقلنا عبارة عن إيه وحدة قياسها الأوم وأنواع المقاومة وعناصر اختيار المقاومة وكنا بنتذكر الحلقة السابقة نحن قلنا ست عناصر لاختيار المقاومة منها قلنا الثمن والعمر الافتراضي والمعامل الحراري المقاومة وقيمتها قيمة المقاومة وبعد كده دخلنا على قانون فرضاي قانون فرضاي أبناء وابنات اللي احنا قلنا كيفية توليد الطيار المتردد في مواصل وسريعا حنقول قانون فرضاي المواصل اللي هو بيقول إذا قطع وأنا فاكر في الحلقة اللي فاتت قلنا إذا قطع يعني كده كلمة حركة إذا قطع مواصل ساحة معناطيسية بنا قلت هنا ثلاث حاجات إذا قطع يعني حركة مواصل ساحة معناطيسية فإنها تولى قوة دفع كرابية تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تسعين درجة شفنا الساين ويف بتاعة المواصل لاستنتاج القوة دفع كرابية فيه وشفنا رسمه مبسط لأبارة عن قطبين مناطيسيين بينهم ومواصل يتحرك وشفنا أوضاع قيمة الزاوية تسعين درجة إن هي بتديني أقصى قيمة للقوة دفع كرابية عند زاوية تسعين درجة ده وإحنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت قلنا لمواصل وقلنا كمان إننا مركزين على كلمة مواصل لإن الحلقات اللي جاية إن شاء الله هيبقى فيه ملف وفيه تلات ملفات نعرفين إن فيه قوة دفع كرابية سلاسية الأوجو اللي هي التلاتة فاز فكنا بدئين لتعليم الأساسيات اللي نحن بدأناها بسلك أبو مص الواحد النهاردة إن شاء الله حنشوف فيه ملف هل هينطبق عليه قانون فرضاي والنتيجة تطلع هي هيها ثم هندخل على التلات ملفات وحنشوف برضو النتيجة تطلع إزاي هل قيمة التلاتة أوجو تختلف عن قيمة الوجه الواحد إيه رأيكم ما تيجي نشوف مع بعض الكلام اللي احنا هنبدأ به حلقتنا النهاردة اللي هي إمكانية توليد الطيار ومتردد من ملف مش من موصل تعالوا نشوف شاشتنا شاشة التلفزيون المصري هتقول مع بعض والإمكانية توليد الطيار المتردد من ملف والإمكانية توليد الطيار المتردد من ملف إيه لا يحصل حيوضع بدل الموصل ملف بدل الموصل ملف من موصل بين قدائي مناطيسي ويطبق عليهم أيوة برضو قانون فرضاي للمولد قانون فرضاي مش هنقوله تاني لإن إحنا قلنا الحلقة اللي فاتت وقلنا في بداية الحلقة بيقول إيه ولأن الملف مكون من عدد من أيوة الأسلاك ولسهولة أغذي الأطراف توضع حلقات انضلاق وأيضا لسهولة أغذي الطيار المستنتج ها يبقى الشكل الجمالي اللي قدام منا شاشتنا الجميلة النهاردة مبينة الكلام ده بالألوان واضح جدا وهنشرح عليه كل اللي إحنا بنقول عليه بس قبل ما أرجع للشكل عايز أبين بس معنى كلمة حلقات انزلاق أنا عندي الأول كان سلكة واحدة فكانت لما بتدور باخد منها الطرفين بتوين طيب الملف هيكون عدد من الأسلاك وفي الآخر أخذ منه طرفين الملف ده كل ما يدور السلكة التطاع صح؟ صح فقالوا انتب نجيب حلقات انزلاق وفرش كربونية نقولها حلقات انزلاق الأول حلقات انزلاق هتبقى قريبة وأنا بحاول أقرب وجهة النظر بحيث ان احنا نفهمها بسرعة انتو عارفين نرماني البلي واخدانا رماني البلي بتاع العجل اللي هو بيدور من جوه ويبقى ثابت من بره صح؟ طب انا لو حطيت الملف فيه رماني البلي من جوه مش ده هيدور طب حيتصل من اين بره؟ بالجزء الخارجي تمام يبقى الملف هيدور من جوه هنا وأنا باخد الكاربه من الطرف الايه؟ من الجزء السابت يبقى الرماني البلي تقريبا زي حلقات بقول تقريبا تصنيعه زي حلقات لانزلاق جزء متحرك وجزء ايه؟ ثابت يبقى الملف هيدور كده وأنا باخد الطرف بتاعي من الجزء السابت ده يعني شكل تقريبي لحلقات لانزلاق للناس اللي هي اول مرة تسمع كلمة حلقات لانزلاق متتخطش هتشوف مسميات كتير جدا وهنحاول نقرب لك وجهة النظر ما بين الحاجة العملية والحاجة اللي موجودة عندنا في الكتب تمام؟ اسمع حلقات لانزلاق تمام؟ كده خدنا بهادنا يبقى الاساس عندي قطبين مغناطسيين بدل ما كان مواصل هيبقى ملف والملف عبارة عن مجموعة من المواصلات تمام؟ عشان اخد منه طرفين هحط طرفين الملف في في حلقات لانزلاق بيني وبيني كده اللي هي ايه؟ تقريبا زي رماني اللي هي البن واخد من الجزء السابت بتاع حلقات لانزلاق طرفين الكاربة للأحمال تمام؟ طيب شاشتنا بقى كانت ورتنا من دقيقة كده الرسمة المبسطة لهذا الكلام ما تيجي نشوف مع بعض الرسمة واضحة وبالالوان بتقول ايه بقى الرسمة؟ عبارة عن قطبين مغناطسيين نبص كده مع بعض اللي هو الشمالي والجنوبي تمام؟ وبعدين واخد من الملف طرفين واخدهم على مين؟ على حلقات الانزلاق حلقات الانزلاق احنا قلنا جزء السابت وجزء ايه؟ متحرك طيب ومن بره حاطت الفرش الكربونية اللي انا هاخد منها الطرفين السلك طرفين السلك تمام؟ بس انا لو لاحظت كده في الاخر في محرك خارجي معنى ذلك ان الملف ده انا مش هدوره يدوي زي السلك الوحدة لقد انا دوره بقلع ايه؟ خارجية لازم يكون في حركة يبقى هنا السلك كنتم ممكن ندوره يدوي لكن هنا الملف هدوره بوسيلة خارجية طيب وطرفين الفرش الكربونية واخدهم الى الاحمال الحملة عندي هنا بالنسبة لي ضم طيب كده انا حققت القانون فراضي بعد تعديل وده اللي احنا بنقول زي المقاومة مقاومة كانت كبيرة ابتدت تخش بقى التصميمات واختراعات الناس وبتدت المقاومة تبتدي تقل ليه؟ عشان الجودة تبتدي تقل الاول كان سلكة واحدة اول ما اخترع قانون فراضي بس سلكة واحدة مش هتنور حاجة فابتدى يبقى مجموعة من الاسلاك ويسمى كويل اللي هو الملف بس الملف مجموعة اسلاك هيتقطع ابتدنا نزود حلقات الايه؟ الانزلاق حلقات الانزلاق لسهولة اخذي الاطراف طب حلقات الانزلاق هلحم الطرف فين؟ رحنا هحطينه هنا فرش ايه؟ كربونية اللي هو بنقول عليه في الحالة عملية؟ الشربون برب عليكم الشربون يبقى هلحم هنا الشربون بتاعي واخد منه طرف واحد يبقى الملف؟ هيدور سؤال انت قلت الملف هيدور طب انا دي كانت سلكة الاول وكانت سهلة اصبح ده ملف قال للملف يبقى هنا في وسيلة خارجية في وسيلة ايه خارجية يبقى لازم لازم مش ما أنا بقول إيه لازم يكون في وسيلة لدوران الموصل أو دوران الملف يبقى أنا هزوي لنا وسيلة لإدارة إيه إيه الملف وسيلة لإدارة الملف معنى ذلك إن أنا كان نستنتج القوة دفع كرابية من إيه من موصل وكده يمكن استنتج القوة دفع كرابية من ملف تمام ولا مش تمام يبقى خانون فرضاي واحد التعديل بتاعنا إحنا عشان يناسب احتياجاتنا هنا الديزينر بتاعك أو التصميم الناس اللي هي بتختارع إنها تحسن الإنتاج وتقل وتديني جودة عالية بتبتلي تزود حاجات وتشيل حاجات بس الأساس بتاعي قانون فرضاي الرسمة اللي قدام مننا كانت عبارة عن ملف واللي قبل كده كانت عبارة عن موصل تم ما تيجي نشوف بقى كده بيستنتج القوة دفع كرابية من ملف إزاي الموجة الجايبية بشكلها إيه الموجة الجايبية كانت في الموصلة برعا سين ويف إيه واحد طيب وفي الملف أكون إزاي تعالوا نشوف مع بعض كده الموجة تعريف الموجة هي المصار الذي يرسمه الجهد أو الطيار بدلالة الزمن تاني هي المصار الذي يرسمه الجهد أو الطيار بدلالة الزمن ونسمي نصف الموجة فوق المحور الأفقي بمتجة يدور بسرعة ثابتة والنصف الموجة أو النصف الموجة أما النصف الآخر اللي هو من تحت كده يسمى النصف الايه السالب تمام الدورة يعني ايه دورة كاملة اللي هي الزبزبة مش أنا فاكر قلتلك إن هي لابد إنها تكون كام صح لأ في ناس كانت تفرجت الحلقة اللي فاتت وعرفت إنها 360 درجة بتاخد شكل ايه الموجة الجايبية بتبقى كرة مقسومة لتنين نص موجة بنص ايه سالب تضمها تبقى كرة كاملة اللي هي الدايرة كاملة تمام دي بتسميها الزبزبة على فكرة الزبزبة دي في الطيار المتردد بس لا ترى بالعين المجردة ولكن بتحسب بجهاز الموجات بتبقى خمسين مرة في الثانية وببعض الأجهزة بتوصل لألافات المرات في الثانية الايه الواحد الدورة أو اتساء الزبزبة الدورة اللي هي دورة الموجة الجايبية أو اتساء الزبزبة حتديني علاقة بين الزمن الدوري وكتعريف كلمة التردد شو اللي أنا بقول عليه ايه الدورة حتديني علاقة بين تعريف الزمن الدوري والتردد طيب الزمن الدوري هو ايه تعالوا نشوف مع بعض هو الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة الزمن الدوري هو الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة ويرمذ لها بالرمز W الزمن الدوري هو الزمن اللازم لإتمام دورة كاملة ويرمذ لها بالرمز W أما التردد خذ بالك من الكلمة التردد هو عدد الذبذبات او الدورات انا والتهي ايه عدد الذبذبات او الدورات التي يكملها الجهد المتردد في الثانية الوحدة ويرمز لها بالرمز F والفريكونس ضغط التردد ويقاس بوحدة او بيسمى الهيرتز يسمى الهيرتز الكيلوهيرتز الكيلوهيرتز يسوي الف هيرتز والميجاهيرتز سوي مية وستة هيرتز الميجاهيرتز سوي مية وستة هيرتز الدورة اللي هي بنسميها التساعة الزبزبة طلعت منها كلمة التردد هتلاقي جميع بيوتنا في جمهورية مصر العربية العداد اللي عندها حددك يقولها خمسين زبزبة على الثانية او خمسين هيرتز على الثانية معنى ذلك ان الدورة الزمانية او الدورة الزبزبة اللي عندك دي او بشكل الصين ويف ده بيتكرر خمسين مرة في الثانية الواحدة في بعض البلاد التانية بيبقى عندهم التردد ستين زبزبة زي المملكة العربية السعودية ستين زبزبة بس ده بيحكس اتجاه اخر خدوا لكم عشان ما تقولوش ان احنا الكارابة هنا شيء وهنا شيء هم الكارابة واحد بس احنا بنقول تحسين واستخدام عندنا احنا هنا في جمهورية مصر العربية خمسين زبزبة على الثانية جهد الواجه الواحد لو جهد بيوتنا ميتين وكام وعشرين فولت المملكة العربية السعودية ستين زبزبة بس الجهد بتاعها كام مية وعشرة فولت ما لاحسش حاجة كل ما عالي التردد الجهد بتاعك بيقل ويديلك نفس الجود بس طبعا دي بتبقى امكانيات وعايزة تصميمات تانية خالص ما تنسبناش يحن لان احنا عندنا ربنا من فضل اللي اسمه وتعالى اللي هو السد العالي السد العالي عندنا ما دينا ربع الطاقة لمصر حدي يبقى احنا خدنا معنا كلمة التردد هو عدد الدورات او الزبزبات التي يكملها الجهد المتردد في الثانية الواحدة ويرمز لها بالرمز الاف وتقاس بالهيرتس تعالوا نشوف مع بعض بقى الشكل الموجة الواحدة شكل الموجة الواحدة لو لاحظنا ابنانا وبناتنا هنا عند اللون الاحمر واللون الاسود خد بالك من تحرك الملف ازاي الزاوية هنا كام تلاتين ثم ستين ثم عند تلاتة دي بقى زاوية كام تسعين ثم مية وعشرين مية وخمسين مية وثمانين هنا القوة الدفع الكربية عند المية وثمانين بالساوي صفر يبتلي بقى هنا ده الجزء الموجة تبتعالوا بقى كده انقل النحة الثانية على طول هتلاقي الموجة بتاعتك هيا اللي هي عند زاوية تلاتين ثم ستين ثم اقصى قيمة للموجة الجايبية سواء للملف او المواصل عند زاوية تسعين درجة زاوية كام تسعين درجة طب لغاية ما تكمل وتوصل للمية وثمانين هنا ما اقدرش عليها اقول زبزبة كاملة ولكن تسمى نصف موجة نصف موجة ولذلك كتبنا تحت ايه نصف دورة زمانية بمية وثمانين تتقلب الموجة بقى وتنزل على السالب مية وثمانين تبقى هنا كام ميتين وعشرة تمام لغاية ما توصل للميتين وسبعين ميتين وسبعين بالسالب اللي هي تسعين بالسالب ميتين وسبعين بالسالب اللي هي كام ميتين وسبعين بالسالب تسعين بالسالب لغاية ما توصل لتلتمية وتمانين تلتمية وستين لو انت جمعت الاتنين دول دولك زاوية دائرية مقداروها تلتمية وستين درجة تلتمية وستين درجة طب احنا هنا جابنا شكل الملف مع الأقطاب المنصية وصد منه الموجة الجايبية بالدرجات طب بص للشكل اللي تحت كده ابنانا وبناتنا هتلاقي هنا بالموجة بأقصى قيمة وزاوية تسعين طب والنحية التانية بالسالب أقصى قيمة مكتوب عليها هي بقى دورة واحدة كاملة اسمها الموجة الجايبية صين ويف صين ويف هي ده الشكل اللي احنا بنقول عليه بالنسبة للموجة الجايبية في عندي أشكال لبعض الموجات في موجة مربعة وموجة سن منشار وموجة مثلثية طب دي يعني كلها موجات واحدة حضرتك انت شايف قدام منك شكل الموجة العام بتاعنا احنا طب طيب بعض الأجهزة بتطلع لشكل موجات تاني ولكن القيمة واحدة القيمة واحدة عند زاوية 90 تديني كذا بس هنا في أشكال الموجات بيقللوا فترة الزمن ويزودوها بيقللوا فترة الزمن ويزودوها يعني عندي شكل سن منشار شكل موجة اسمه سن منشار وشكل مربع وشكل موجة مثلثية غير الشكل بتاعنا اللي هو العادي الصين ويف اللي هو بيبقى نصف دايرة طب أشكال الموجة دي بتختلف فيها القيمة؟ لا القيمة عند زاوية 90 احنا متفين عليها دا قانونه لازم نماشيه الشكل آه زي ايه؟ احنا بدأنا بمواصل ما كانش عندنا حلقات انزلاق لما حطينا ملف حطينا حلقات انزلاق صح الكلام؟ حطينا حلقات انزلاق طيب الشكل الموجة هنا ممكن يتغير؟ ايه يتغير لكن القيمة تفضل سابقة طيب ايه رأيكم ناخد فكرة عن أشكال الموجات اللي موجودة؟ نفترض ان حضرتك اشتغلت في شركة ما تعرفش شركة الديساين ويب بتاعتها او شكل الموجة ايه؟ في عندها شكل موجة ما تتخضش هي هي نفس القيم ولكن الشكل يختلف تحسين لحاجة معينة استخدام لحاجة معينة تعالوا نشوف مع بعض أشكال الموجات في عندي الموجة الجايبية زي ما احنا شايفين كده اللي احنا طلعناها اللي بتديني اللي فيه ماكسيمام أقصى قيمة للموجة جايبية عند زاوية كامة 90 بص هنا بص هنا الزمن الدوري قد ايه؟ بص هنا الزمن الدوري قد ايه؟ دي الموجة المربعة والعلاقة واحدة اللي هو الزمن والجهد زي هنا العلاقة واحدة بين الجهد والزمن انزل تحت كده سن المنشار ركز معايا كده ما رحسش حاجة الزمن ابتدى ييه؟ يقل الزمن ابتدى يقل لكن شكل الموجة تغير بس القيمة أيوة عند زاوية كامة 90 درجة عند زاوية كامة 90 درجة طب تعال بقى هنا الموجة مثلثية خد بالك من الزمن في الجزء ده والزمن في الجزء ده والزمن في الجزء ده والزمن في الجزء ده القيمة في الأربع أشكال زاوية 90 أنا تحكمت في قيمة الزمن هتديني أقصى قيمة في زمن قد إيه؟ استخدامي هنا يحدد استخدامي أنا للموجة الطيارة الجوة دي تحدد أنا أخذ الزمن في ثانية كاملة ولا في نص سانية ولا في ثلاث تربع سانية وأخذ أقصى قيمة شفتوا بقى التحديث بيحصل فيه؟ هي القيمة سابتة ولكن التحديث ابتدى في الزمن لكن شكل الموجة يتغير آه يتغير لأن قيمة الزمن ابتدت تتغير طيب ما معنى؟ أنا أعلم ما لأقول أقصى قيمة أقصى قيمة وفي القيمة اللحزية وفي القيمة المتوسطة اللي هي الأفريج ما معنى القيمة العظمى؟ أنا سامعه؟ قناص الناس بتادي تتعلم الكهربة وتناقش هتقول للقيمة العظمى أقصى قيمة يصل إليه جودة والطريق عند زاوية؟ 90 درجة آه صح برافع ليك فعلا لأن احنا محددين الموجة الجايبية عند زاوية 90 درجة محددين عند الموجة الجايبية أن أقصى قيمة عند زاوية كم؟ 90 درجة طيب ما تيجي مع بعض نعرف واحدة واحدة ما معنى كلمة القيمة العظمى وهي أعلى قيمة يصل إليها الجهد المتردد وتقاس خد بالك بقى من الكلام بواسطة راسم الذبذبات ولهذه خاصية أخد بالك بقى من الكلمة اللي جاية ليه إحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عليها كتير جداً ولهذه خاصة عند اختيار أيوة مقاومة العادل للملفات وكذلك جهد الانهيار للمكثفات ولأشباه الموصلات هنا بقى القيمة العظمى الكلام ده معنى كبير أو يا ابنانا لأننا على أساس قيمة القيمة العظمى للجهد أو الطيار ببتدي أخطار بالنسبة لي المادة العزلة للسلك إيه؟ تخيلوا شو في الكلمتين يعدوا عليك أن أنت ممكن مثلاً تحفظهم أو تفهمهم بطريقة القيمة العظمى للجهد أو الطيار بتحدد لي حاجات كتير جداً المادة العزلة اللي هتعزل بها السلك أو الكابل أو المواصل داخل أي مكان على قيمة على أساس قيمة العظمى للطيار أو الجهد ودي عن طريق راسم الزبزبات حاجة اسمه جاز اسمه راسم الزبزبات يشوف الموجة أعلى حاجة عند كام لما يجي أصنع العازل يعني حضراتكم بتشوفوا العازل بتاعنا بتاع الأسلاك عبارة عن بلاسك بيتحمل لقيمة عظمى قد إيه ويبتدي سيح ده بسميه جهد الانهيار بتاعي خلاص انهار العازل صح؟ طب يا مصر ده إحنا وإحنا بنشوف الكابل في الشارع بيبقى عليه معدن وبعدين عليه خيش وبعدين في ورق كده بيبقى مزيد ده الورق مشبع بالزيت العازل ورق مشبع بالزيت العازل وفيه زيت عازل؟ آه فيه زيت عازل بيتصنع بناء على الجهد العالي أو القيمة العظمى لللي هتمر فين في الكابل القيمة العظمى للجهد اللي جبناها من الموجة الجايبية هتمر فين في الكابل ده أقصى قيمة عنده كام؟ مئة ألف أو مئة كيلو يبقى أخد بالي أن الخيش المقاطر دوت أو الكتال المقاطر دوت والورق المشبع بالزيت ده هيبقى سمكه كذا وهيتشبع بزيت قيمته كذا عشان يقدر يعزل قيمة الأقصى قيمة للجهد اللي هتمر فين؟ السلك طيب إحنا لسه بنشرح الأساسيات وعايزين يعني تبقى الدنيا سهلة شوية طيب حضرتك حاضر السلك اللي حضرتك بتوصله في البيت تمعزول بإيه؟ ببلاستيك ساعات حضرتك بتعمل ساعات كده بتقشره هو مصمم على سلك مثلا اتنين ميلي اتنين ميلي سلك التخانة اللي ياني حاس العازل بتاعه مصمم على أقصى قيمة للقوة دفع كربية أو الجهد اللي هي القيمة العظمة القيمة العظمة للسلك ده حيمر فيه مئتين وعشرين بعد المئتين وعشرين العازل كده عازل يعني انت لو مسكت السلك بيمر مئتين وعشرين والعازل موجود بشكل لك حاجة طيب نفترض ان القيمة السلك او قيمة الجهد وصلت فوق المئتين وعشرين ساعات السلك بيعمل قفلة اللي هي الشرطة السلكة عندها طب بعدين قال لي بقى العازل يتصمم على أعلى من كده بنسميها القيمة العظمة العازل ليه لان انت لو عملت كده وعملت قفلة السلك ممكن ما يسحش في بعض الأوقات كان يدوبك يعمل شرط سلكة على القفلة بتاعت لقى السلك البلاستيك ده رح سايح يبقى السلك عريان كلنا كنا بنخاف ابتدت التعديلات ان يجربوا السلك ان حازة اقصى قيمة 200 يعملوا العازل على 250 يعملوا العازل على 250 عشان لو السلك بتاعك لمس وحصلت قفلة وانت مسك السلك ما تكهربش بس لو كانت زياد السلك يسيح فده بنسميه لما السلك يسيح كان بنسميه جهد الانهيار يعني العازل يبتدأ ايه ينهار تهمنا ولذلك الناس اللي بتقول بترسم الموجة الجايبية وبتشرح لنا الموجة الجايبية ليه لان عشان اعرف القيمة العظمة للجهد وعلى اساسها اعرف قيمة مادة العازل ايه اصنع مادة العازل بتاعي بتاع السلك ده قد ايه الكابل ده حطوله مادة عازل قد ايه فهمنا يبقى احنا لما بنعمل بنشرح حاجة معينة لطلبتنا وبناتنا لقسم الكهرباء لازم نفهمهم كل حاجة بحساب تعالوا نشوف بقى الكلام ده من تاني ونعرف بيقول ايه القيمة العظمة هي اعلى قيمة يصل الى الجهد المتردد وتقاس بواسطة راسم الزبزبات ولهذه خاصة عند اختيار مقاومة العازل للملفات وكذلك جهد الانهيار للمكثفات ولاشباه الموصلات طيب ده القيمة العظمة حضرتك وانا ماشا عايز ايس الطيار دلوقتي عايز ايس الجهد دلوقتي ده بسميك قيمة اللحظية او قيمة لايه اللحظية عند اي لحظة عند اي لحظة بالنسبة لي انا كراجل بتاع الكهرباء عند اي زاوية تاني القيمة العظمة هي اقصى قيمة وانحنا عارفين عند زاوية كام تسعين تمام طيب انا عايز ايس الكهرباء وانا معدي الكهرباء شغالة يبقى دي اسمها ايه قيمة ايه لحظية قيمة ايه لحظية تعريف القيمة اللحظية القيمة اللحظية بالنسبة للفي تي هي مقدار الجهد اخد بالك من الكلام هي مقدار الجهد المستحس عند اي لحظة وعادة تعرف هذه اللحظات بموقع متجه للجهد تاني القيمة اللحظية هي مقدار الجهد المستحس عند اي لحظة وعادة تعرف هذه اللحظات بموقع بمتجه الجهد متجه الايه الجهد القيمة اللحظية عايز اعرفها انا مش هتكلم ولكن حاولها بالمعادلة المعادلة بتقول ايه الفي تي بتساوي الفي سين تي سين تي عند زمن سين بمعنى اي جهد تمام تعالوا شو بقى كده السين ويف بتاعتها الموجة الجايبية الموجة الجايبية هتبليني ازاي على الشاشة هنا القيمة العظمة والقيمة اللحظية لاحظ كده لاحظ كده احنا متفيني القيمة العظمة عند زاوية تسعين صح تابقوا القيمة اللحظية عند اي لحظة بس بالنسبة لي يا راجل يا بتاع الكهرباء عند اي لحظة تسمى اي زاوية هحسب عند انهي زاوية انا ماشي في مشغل المكان وعايز اللحظة دي اللحظة دي ليها زاوية معينة هل الملف ضرع عند زاوية كام لو عند زاوية تسعين هيديني القيمة العظمة اي زاوية تانية بتسمى هنا بالنسبة للقيمة الايه اللحظية شكل الموجة الجايبية قدام مني باين مباين القيمة العظمة عند زاوية تسعين والقيمة اللحظية عند زاوية 150 هي مش بينة اوين لكن احنا حزبينها وعارفينها مش كده ولا ايه افرق ابنائي وبناتي وبين القيمة العظمى والقيمة اللحظية بالاضافة الى القيمة المتوسطة ان شاء الله هنشوفها دلوقتي اهي انا كده اخدت كم قيمة اه القيمة العظمى والقيمة اللحظية فين القيمة المتوسطة المتوسطة الجهد والطيار لدورة زمنية كاملة اجيبها ازاي ودي مهمة جدا يقولك المتوسط بتاعت الموجة دي كذا جابها منين واش معنى متوسطة طب نقولها كده ازاي هقولها لك نشرحها بطريقة مبسطة كده بمناسبة الشغل اللي احنا عندنا في مصر القورة مثلا يقولك متوسط اعمار اللاعبين خمسة وعشرين سنة هو عمل ايه جمع اعمار اللاعبين كلهم الحداشر لعب ده عنده تلاتين وده عنده عشرين وده تسعتاشر وده خمسة وعشرين وده سبعة وعشرين يبقى جمع اعمار الحداشر اللاعب واسمهم على عددهم اسمهم على عددهم من لهم الحداشر يدي له متوسط اعمار اللاعب الفريق كده قربت شوية معنى ذلك يا مصر نحن هنجمع القيم ايوه القيم للموجة الجابية في جميع الزوايا ونقسمها على قيمة الزايا كلها صح صح تب تعالوا نشوفها كده مع بعض الفي افريج القيمة المتوسطة هي القيمة المتوسطة الحسابية لدورة كاملة لطيار متردد تساوي صفر لان القيمة المتوسطة في نصف الموجة الموجة بتساوي القيمة المتوسطة المناظرة لها في نصف الموجة الايه السالبة ولذلك تحسب القيمة المتوسطة للموجة الجيبية أي الجهد المتردد أي الجهد المتردد طب ماينفعش جهد المستمر ليه بقى كده بقى الجهد المستمر مفوش تردد مفوش موجة جايبية ناخد بقى لنا عشان كده بنكتب الجهد المتردد عادة على نصف موجة طب نفهم ايه قال يعني حضرتك لما جيبك قيمة متوسطة للموجة الجايبية جيبها على نصف موجة سوى الموجة بقى والسليبة لانك لو حسبتها على الموجة كاملة طب ما قيمة الموجة بقى قد القيمة الايه السليبة تطلع المحصلة بتساوي كام سفر القيمة المتوسطة للموجة الجايبية هي الجهد المتردد تحسب من العلاقة الاتية الدي افريتش بتساوي ستمية تلاتة وتلاتين من الف في القيمة العظمة القيمة المتوسطة بتساوي ستمية تلاتة وتلاتين من الف في القيمة العظمة تا قانون سابت اا قانون سابت ليه؟ انت مطالب في بعض الاحيان في بعض المسائل ان شاء الله لما تخشي سنة تانية او تالتة وتخشي المعهد او كلها انك عايز قيمة متوسطة لمسألة معينة طيب انت عارف القانون بتاعي طيب القيمة الفعالة القيمة الفعالة هي القيمة المستفادة من الطاقة الكاربية وعايز اشرح حاجة هنا معينة يعني نفهمها كده مع بعض القيمة اللي جاية من المصدر القيمة اللي جاية من المصدر بالنسبة لي تعتبر القيمة العظمة القيمة الايه؟ العظمة القيمة اللي دخلت لجهاز التلفزيون او الراديو او الموبايل حتى اللي هو اخدها الجهاز ده القيمة الفعالة الفرق ما بينهم القيمة الغير فعالة اللي انا مش مستفاد بيها ليه عبارة عن ايه؟ عن مقامات نحن قلنا عبارة عن ايه مقامات القيمة الفعالة تتساوى الحرارة المتولدة في مدفقة سواء وصلت بالطيار المستمر او المتردد حيث يعتمد مقدار الحرارة المتولدة على مربع الطيار وتحسب القيمة الفعالة من العلاقة الاتية الDRMS بتساوي 707 من الف في القيمة العظمة 707 من الف في القيمة العظمة القيمة الفعالة 707 من الف في القيمة العظمة القيمة المتوسطة 633 من الف في القيمة العظمة تمام؟ طيب عايزة شوف الساين ويف هتقول ايه هنا ايه؟ بصوا كده ابنانا وبناتنا الرسم موضح بطريقة محترمة جدا القيمة العظمة عرفناها عند زاوية كان 90 خلاص عرفت لان احنا عملينا نشرف فيها من حالة اللي فات اهيه القيمة المتوسطة القيمة المتوسطة اخذ بالك واخد من اين؟ قيمة المتوسطة المين؟ لنصف الموجة القيمة المتوسطة القيمة الفعالة اخذها تلتين الموجة اللي هي سبعمية وسبعة سبعمية وسبعة اللي هي دي القيمة المتوسطة من تحت من فوق sale 60 درجة بسن اللي هي 633 6% او 60% انا 70% ناخد بالن اما القيمة العظم lonely تساوي عند كام عند زاوية كام 90 درج اللي هي 100 في كام 100% طيب أنا عايز أعرف علاقة الجهد بالطيار عند توصيل مقاومة مادية بالطيار الكرب علاقة الجهد بالطيار عند توصيل مقاومة مادية بالطيار الكرب العلاقة بينهم إيه العلاقة بينهم هنا في الموجة الجيبية أنا بتكلم هنا علاقة قانون قوم دي حاجة تانية انا بتكلم هنا في شكل الموجة الجايبية انا عارف ان المقاومة بتسوي الجهد على الطيار مين بتسوي الجيم على تين انا عارفها كويس جدا قانون قوم خدناه في الاعدادية وحناخده في قسم التركيبات في سنة اولى وتانية وتالت وحنشتغل بي الار بتسوي الدي على الاي الار اللي هي المقاومة والدي الجهد على الاي اللي هو الطيارة تمام اولى تاني الار بتسوي الفي على الاي الار المقاومة والفي جهد والاي اللي هي الطيارة الكرم انا حفظ القانون احظ طب علاقة الجهد بالطيار ايه في السين ويف في الموجة الجايبية لو لاحظت كده معايا الطيار ممكن يكون اقل من قيمة الجهد لاحظ كده معايا في الموجة الجايبية هنا الفي ماكسيمم وهنا الاي ماكسيمم بالنسبة للجزء الموجب الجهد الموجب هو اقصى قيمة للجهد اللي فيه ماكسيمم عن زاوية تسعين طب والطيار خب بلك اللي اتنين في وقت واحد اللي اتنين في وقت واحد هتختلف بعد كده الطيار ممكن يتقدم او يتأخر دي العوامل تانية لكن لو لقيت الموجة بتاعة الجهد والطيار اللي اتنين فوق بعض وفي نفس الزمن دي اسمها مقاومة مادية بحتة هنا علاقة المقاومة بالجهد والايه والطيار عشان كده احنا قلنا واحدة واحدة لو لقيت الجهد والطيار اللي اتنين مشين مع بعض بس لازم يكون في فرق في القيمة لازم يكون في فرق فين في القيمة تمام بس اللي اتنين زمن واحد اللي اتنين زمن واحد الفرق في القيمة تعرف ان الطيار او المقاومة اللي عندك مقاومة مادية بحتة مقاومة مادية بحتة وشكل الموجة يبين كده شكل الموجة يبين كده تلاحظ ان قيمة الجود اعلى من قيمة الطيار في بعض الاحيان بتحصل العكس بقول في بعض الاحيان بس هنا الاساس ايه العلاقة المقاومة بين الجود والايه والطيار المقاومة نوعها ايه عشان اللي اتنين يبقوا مع بعض او ده متأخر او ده متقدم ولذلك يتلك المقاومة من عناصر المهمة جدا في الدورة الكربية بتغير شكل الموجة للطيار الجود بتغير شكل الموجة تماما بالنسبة للطيار الجود فلذلك لما جينا شرحناها الحلقة اللي فات شرحناها بالتفصيل وانها مهمتها ايه واهميتها ايه خدنا بلنا من شكل الموجة في الطيار الجود مع بعض لمقاومة بس احنا قلناها كده المقاومة المادية البحثة وشفنا الاتنين زمن واحد لكن القيمة تختلف تعالوا نشوف مع بعض بقى علاقة الجود والطيار عند توصيل ملف بالطيار الكرب ابنائي وبناتي تطنقف ديئة واحدة خدت بالك من الموجة اللي فاتت مش كده ابارة عن ايه انا واتلك مقاومة يعني انطبع سلكة صغيرة سلكة واحدة يعني احنا كنا ماشيين في حلقاتنا مزبوطة في ترتيب المنهج لما قلنا توليد الطيار المتردد لسلكة موصل واحدة وطلعنا الموجة الجايبية وشوفنا بتاعيه ابتلنا نحط ملف وقلنا عشان نستحدث الملف وناخد منه كاربة حطنا له حلقات انزلاق حلقات انزلاق اللي احنا قلنا شبيهة بمين برمان البل خدنا الموجة الجايبية لسلكة اللي يتعتبر مقاومة واحدة طب لو عندي ملف هتختلف هتختلف تماما الصين ويف بتاعتي هتختلف تماما مش هيبقوا الاتنين مع بعض الطيار وجود مع بعض بنسميها الجود والطيار في اتفاق واجه واحد زاوية الواجه بتسوي سف ده حاجة تانية في المقام طب لو ملف شكل الموجة يتغير اه الملف هنا بقى في ايه معامل الحس الزاتي معامل الحس الزاتي اللي هو بالهنري هيأثر اه هيأثر كتير شكل الموجة هيتغير تعالوا نشوف مع بعض علاقة الجهد بالطيار عند توصيل ملف بالطيار الكهرات بص شكل الملف عامل ازاي بص شكل الملف عامل ازاي الاول كان عبارة عن ايه السلكة واحدة دلوقتي بقى عدد من الاسلاك عدد من الاسلاك انا عمل اركز عدد من الاسلاك اصبح المجال المناطيسي بتاعه تغير عن السلكة عن مواصل واحد بقى له مجال المناطيسي بطريقة معينة ولو كمان مقاومة داخلية معينة بنسميها الحس الذاتي للملف ولها وحدة قياس معينة الا وهي الهنري طب لو مواصل واحد كنا بنقول عليه ايه سلكة مقاومة وحدة القوم هنا الملف بالكامل مقاومة القوم لكن من جوه من داخله عند معامل الحس الذاتي معامل الحس الذاتي وحدته الهنري اصبح هنا الهنري داخل مين داخل مقاومة الملف داخل مقاومة الملف تعال بقى بص في شكل الموجة شكل الموجة تغير تماما بص كده الموجة الجايبية بعدها هنعمل ايه اه اللي اتنين بقى مع بعض اللي اتنين بقى مع بعض انا اتمرت هنا لا ده لانا كمان ان الجوه دي هنا بيتقدم او الطيار بيتأخر بزاوية تسعين الجوه دي متقدم الجوه دي سابق لان هنا في زاوية تسعين درجة تأخر الطيار عن الجوهد ليه قال لي لان ده معامل في ملف والملف في حس ذاتي يعني فيه مقاومة اكبر في مقاومة اكبر ولذلك المقاومة اثرت في شكل الموجة وكمان تغير في شكل القيمة تعالوا بص مع بعض ابسط الرموز الملف هو شوف هنا كتبنا هنا ايه ما كتبتش R كتبت L كتبت L اللي هي عندي هتبقى بعد كده الأوميجا L الممنع الحسية او الذاتية او التأثيرية خدت بالك انه قلت كم اسم الملف القويل لازم نقول عليها الممنع الحسية او التأثيرية او الذاتية يعني ايه يعني مش هادر اقول R ما قدرش ده R زائد حاجة دخل عليه اوميجا L او دخلت عليه L لانه بدل ما سلكة بقت عدد من الاسلاك في الموصل الوحج كان R بس لما بقى عدد من الاسلاك بقت R زائد L فبالكامل حول عليها اوميجا L اللي هي معامل فيها بقى ال L مين دي معامل الحس الزاتي للملف غيرت شكل الموجة او غيرت شكل الموجة في الموصل كان الطيار والضغط في اتفاق وجه يعني الاتنين مع بعض صح؟ بس كان فرق القيمة طب في الملف لقيت واحد سبق التاني لقيت الجهد سبق الطيار الجهد سبق الطيار بزاوية تسعين درجة بزاوية تسعين درجة يبقى في الملف الطيار يتأخر عن الجهد بزاوية تسعين درجة بتأثر في القدرة بتأثر في القدرة وده ما عايز تسبق الاحداث بتأثر في القدرة عايز بتأثر في القدرة يا أستاذ الموجة دي شكل الموجة عشان حطيت ملف تخلي القدرة تقل تخيل تخلي القدرة تبتلت ايه تقل قدرة المطور تقل دي اللي بقول لك بالبلد عشان حطينا ملفات اه عشان حطيت ملفات القدرة تبتلت ايه ليه؟ لان فيه حس ذاتي للملف مقاومته عالية واخر الموجة اخر الطائرة عن الجودة بزاوية كامل تسعين درجة الله المعنى ذلك زي ما حضرتك قلت في الحلقة اللي فات ان المقاومة او انواع المقاومات لها تأثير جدا على الطاقة اه طبعا اه طبعا ولذلك بنقول لك خد بالك وانت داخل على شغل الكاربة في الديزاينر او الشغل بتاعك في الدراسة تاخد بالك من نقطة مهمة تبقى عامل اساسي عندك تمام؟ عايزة اقول برضو تاني حاجة تعالوا نشوف الموجة الجايبية لما يكون عندي طيارك يا رابي ماشي بملف تبقى عاملة ازاي؟ تعالوا نشوفها كده على الموجة تاني خد بالك كده ابسط القواعد ايه؟ الملفة هو طب بصوا هنا كده شوف الجود كان فين؟ كان عنده كان عنده اقصى قيمة للجود والطيار لسه كان في الصف معنى ذلك ان الطيار يتأخر عن الجود بزاوية كام؟ تسعين فرقت هنا القيم؟ اه فرقت القيم ولا ما فرقت شيء؟ اللي اتنين ما بقوش مع بعض ليه؟ تالت ورابع دخل هنا معامل الحس الزاتي للملفة عدد من الملفات خلت الطيار يتأخر عن الجود بزاوية تسعين درجة عرفنا تأثير المقاومات وتأثير الملفات تعالوا نشوف حاجة تانية ايه تعالوا نشوف حاجة تانية اللي هي تأثير معامل الحس الزاتي ايه اللي احنا بنقوله عليه بقى ايه؟ اللي نعم ما نشرحه من ديتين ايه؟ المعامل الحس الزاتي للملف ليه تأثير؟ قلت ليه تأثير انه بآخر الطيارة عن الجود بزاوية تسعين درجة في الملف طب انا عايز احسابه يا مستر عايز اكتب رموز واكتبه عشان افهم كده يعني مش كله بقى شر طب ايه رأيكم كده؟ بتيجي نشوفها بالمعادلة وحيث يسمى ثابت التناسب ايوة بمعامل الحس الزاتي للملف واحد قياسه الهنري ونلاحظ ان موجة الطيار ايوة تتخلف عن موجة الجود بزاوية تسعين درجة احنا شرحنا الكلام ده بس قلنا نجبه لكم بقى هنا بالمعادلة اهي؟ ما قدرش اقول اقول ار اقول الاكس ال او الاوميجا ال بالمعادلة الاوميجا ال تساوي 2 باي اف ال اللي هي الممانعة التأثيرية او الحثية الممانعة التأثيرية او الحثية الاكس ال او الاوميجا ال تساوي 2 باي اف ال 2 باي اف ال لاتنين رقم ثابت والباي النسبة التقريبية اللي هي الثلاثة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة اف الفريكونز تردد التردد ما احنا شرحناه اللي هو عدد الدورات او عدد الزبزبات في الثانية الواحدة ال ال معامل الحث الذاتي وحدته الهنري حاولهم من تاني الاوميجا ال او الاكس ال اللي بتساوي 2 باي اف ال لاتنين رقم ثابت والباي النسبة التقريبية تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشرين على سبعة اف التردد الفريكونز بالهيرتز او الزبزبع على الثانية ال معامل الحث الذاتي وحدته الهنري وحدة القياس الممنع الحسية بالكامل الاوم يبقى الاكس ال او الاوميجا ال 2 باي اف ال لاتنين رقم ثابت والباي تلاتة واربعتاشر من مية او اتنين وعشر على سبعة اللي هي النسبة التقريبية الاف التردد الاف التردد وحدة القياس الزبزبع على الثانية او الهيرتز فريكونز تمام ال ال يا رقم اربعة ال ال معامل الحس الذاتي للملف وحدة قياس الهنري وحدة قياس ال اكس ال كلها الاوم وحدة قياس الاوميجا ال كلها الاوم لمين للملف للملف الملف الحس اللي هو عبارة عدد من الموصلات مش موصل واحد ناخد بالنا بالكلام ده طيب انا خدت كده في موصل وبعد اللي هي المقاومة علاقة المقاومة بالجهد والطيار علاقة المقاومة الجهد والطيار في موصل او في مقاومة وبعدين خدتها في ملف عدد من الاسلاك تب لو عندي مكسف يعني ايه مكسف عبارة عن هنقولها بالحياة العملية كده الكلدانسر مكسف اللي بتلاقيه على المطور بتاع المية في مكسفات طبعا انواع مكسف كيمياء وورقي ومعدني حاجات كتير اوي انواع منها كتير اوي تمام المكسف عبارة عن ايه واحدة تخزين الشحنات واحدة تخزين الشحنات عبارة عن لحين موجبوا ايه وسالب بينهم مادة عزلة وعلى اساس المادة العزلة دي تبقى انواع المكسفات في مكسف فرقي ومكسف كيميائي مكسف هواقي تمام فعلا مش هنشرح المكسفات دلوقتي ولكن بنقولها عندنا مقاومة مادية ثم ملف ثم مكسف عرفنا المكسف طريقة عبارة عن ايه لحين وبينهم مادة عزلة وعلى اساس المادة العزلة دي يبقى انواع المكسفات مكسف كيميائي مكسف هواقي مكسف ورقي زي ما انت عايز بس على حسب الاستخدام طيب المكسف زي الملف لا حقولها لك بطريقة بسيطة عشان ما تحتاش تأثير المكسف عكس اتجاه الملف عكس تأثير الملف انا استنيت تأثير المكسف على الطيار والجهد عكس تأثير الملف على الطيار والجهد طيب فيه ناس بتالي تشتغل اه في الملف الطيار يتأخر عن الجهد بزاوية 90 المكسف لا المكسف تحضرتك بتقول عكسه يبقى الطيار يتقدم عن الجهد بزاوية 90 برافعليك برافعليك اولا تاني في الملف الطيار يتأخر عن الجهد بزاوية كام 90 طيب المكسف عكسه في المكسف عكسه يبقى الطيار يتقدم عن الجهد بزاوية كام 90 ده له استخدام وده له استخدام ده الملف اخر الطيار خلي الموجة متأخرة بتاع الطيار وجود سابق له استخدام طيب المكسف خلي الطيار هو اللي يتقدم عن الجود بقى الطيار سابق الجود بزوجة تسعين يعني قيمة له استخدام شفتوا اهمية دراسة الممنعات والمقاومات شفتوا بتأثر في الاحمال قدية وتأثر في القدرة تعالوا نشوف بقى علاقة الجود بالطيار عند توصيل مكسف بالدائرة بالطيار الكارب عنصر الممنع السعوية للمكسف وجد انها بوضع لوحي من المعدن في مواجه بعضهما البعض ويفصل بينهما مسافة بها عازل واذا تم توصيل مصدر للجود بين هذين اللوحين فان شحنة كاربائية تتكون على هذين القدائين وتتناسب مع الجود المطبق بينهما ويزمى هذا النظام بالمكسف وتقاسعة المكسف بوحدة الفارد وحدة الفارد تب تعالوا نشوف شكل المكسف كده عبارة عن اللحين بينهما مادة عزلة تختلف مادة العزلة عبارة عن اما هوى مكسف هواي اما ورقي مكسف ورقي اما مادة كيميائية مكسف كيميائي على حسب النوع اللي انت حضرتك بتستخدمه تمام طيب هنا بالنسبة لي بأصبح عندي ممنعة مكسفية بس انا نقول لاش مكسف بنوالة ممنعة سعوية ممنعة ايه؟ سعوية بص الكلام اللي بعدها كده بتهيل المفروض ان انا مشرحوش وفي هذه الحالة يكون الطيار متقدما على الجهد ان يسبق الجهد بزاوية قدرها تسعين درجة ايه رأيكم بقى في شكل الموجة تعالوا نشوف مع بعض شكل الموجة خدت بالكم الطيار هو اللي اصبح سابق صح؟ الطيار اللي اصبح ايه؟ سابق والجهد يعني لما كان الطيار قيمته هنا تسعين درجة عند اقصى قيمة كان الجهد لسه فسف عكس مين؟ عكس الممنعة الحسين اللي هو الملف تماما ولذلك قلت لحضرتك الملف عكس المكسف في تأثير في تأثير على موجة الطيار والجهد بنفس القيم اه بنفس القيم اقصى قيمة هنا اقصى قيمة هنا طيب رمز المكسف هنا كتبها السي يبقى الملف كان عندي الال المكسف برمز السي في هذه الحالة نقول ليه بقى الممنعة تشفيه المقاومة في تعاملها بقانون اوم حيث تسمى خد بالك مش اوميجا ال اوميجا سي وتقاص برضو بوحدة الاوم وتسمى باللغة الانجليزية كابست في ريسست بالممنعة السعوية يبقى المقاومة عندي الريسست بس الملف ممنعة حسية المكسف ممنعة سعوية ممنعة سعوية يبقى انا عندي تلت انواع من الممنعات او تلت انواع من المقاومات اللي انا هستخدمهم في الدارة الكربية وهستخدمهم في الدراسة على مدار دراستي ان شاء الله سواء في سنوي او في المعهد او كلية المقاومة المادية وشو بنا تأثيرها في الطير والجهد عندي المكتين المكتين بيبقوا في اتجاه واحد تختلف القيمة ا تختلف القيمة طيب لو انا عندي ملف لو انا عندي ملف شوفنا المقاومة اختلفت دخل حاجة اسمها ال ال او معامل الحس ال ايه الزاتي وقلنا ان الامج الطير هنا بيتأخر عن الجهد بزاوية كام تسعين درجة انا بقاعد من تاني المقاومة تبقى ار الار بتساول فيه خلاص خلصنا طيب لما يكون عدد من اللفات يبقى ممانعة حسية اللي هو الملف الكويل المال قال لي الملف هنا دخل فيه حاجة تانية اللي هي الحس الزاتي اللي هي ال ال تقاس بالايه بالهنري ماشي قال لي بس الملف بقى اصبح حاجتين اللي هي اوميجا ال شوفناها بالمعادلة طيب باي اف ال اتنين في باي تلاتة واربعتاشر من مية او اتن وعشر من مية او اتن وعشر من سبعة والاف التردد ثم ال ال اللي هي معامل الحس الزاتي لكن ال اوميجا اللي بالكامل تقاس بالاوم عادي جدا تمام تمام طب تأسلي الملف على موجة الطيار والجهد اللي بيخلي الطيار يتأخر في القيمة او في الزمن عن الجهد بزاوية كامل تسعين درج طب شلنا الملف وحطينا بقى جبنة ممانعة جديدة اللي هي المكسف عبارة عن لحين يتوصلوا بين منبع الطيارة العربي بس اللحين دول بينهم ايه عازل مكسف بينهم عازل العازل ده عبارة عن ايه ممكن يكون عازل هوائي او عازل كيميائي او او بيرجع هنا بقى المكسف دي اعمل ايه بيقدم الطيارة عن الجهد بزاوية تسعين درج وقلنا ال اوميجا سي اللي هي الممنعة السعوية بتسوي واحد على تو باي اف سي بيه انواع الممنعات والمقاومات ابناء وابنات طلبت قسم التركيبات والمعدات الكاربية نرجو نكون قد اسعدناكم واستفدنا فيها ان شاء الله نشكركم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة